الوقاعة على الأرض لن تمكن السيد المالكي في تشكيل حكومة في مثل هذه الظروف إلا إذا استطاع أن ينجح في تفكيك عراء التحالف الثلاثي هنا أتحدث أو استطاع أن يخترق القوة المستقلة بصورة أو بأخرى بالترغيب أو الترهيب أو بأساليب أخرى في ذلك الإطار من الممكن أن يضيف إلى مجموع ما يمتلك ودعونا نأتقل بمسألة واحدة أن السيد المالكي ومن معه سنسن في هذا الموضوع متمثل بما يعرف بالثلث المعطل وهذا الثلث المعطل الذي استخدموه هم أداة من الممكن أن يستخدمه كل الأطراف الأخرى التي تستطيع أن تتجاوز دعني أقول ما يقارب 110 فرد في هذا الإطار ممكن أن يستطيع أن يشكل الثلث المعطل دائماً الإطار التنسيقي في طبيعة تعامله هو لا يدري حقيقة هل أن الطرف الآخر يمتلك أكثر ما يقارب 185 في هذا الموضوع إضافة إلى كل المستقلة المتحقة معه أم لا يعلن إضافة إلى كل هذا موضوع تشكيل الحكومة أنا أقول الميدان موجود وكل من يستطيع أن يوصل إلى الثلثين ويستطيع أن يشكل ما يقارب النصف زائد واحد فليذب في هذا الموضوع وبالتالي أنا أعتقد تبقى هذا الموضوع في حد ذاته هو أقول محاولة طواف حول المشكلة دون الولوج إلى داخلها وهذا يتمثل جزء من العنات التي أصيب بها المشهج السياسي سواء كان من خلال الرسائل أو من خلال الأحاديث أو من خلال الكثير من ما ترسله هذه القوى السياسية في أحاديثه أما اتهام أو تسقيط أو تسويق أفكار غير واقعية في موضوع المعالجة المعالجة دون القوى السياسية الانطلاق بمفهوم الدولة بآلية جديدة تستطيع من يعني حقيقة من يشكل الحكومة أن يبارك لقوى المعارضة هذا يشكل الحكومة سيد المالكي سيد الصدر في هذا الإطار أقول علينا أن نتبارز مبارزة الشجعان ونتحدث بحقائق دون أن نذهب إلى التسويف والمماطلة وكلنا يعلم نحن اليوم حقيقة دخل تجاوزنا الشهر السادس لكي ندخل في الشهر السابع وإلى الآن أخفقنا في إيجاد حلول حقيقية لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة اشتركوا في القناة